موسيقى 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 حس الفكرة يلي عندنا الجديدة diffusing throat a varying cross section area حس يلي قبل شويع منا كان عندنا تيوب والتيوب كله شوي يعني طول ما هو بيطلع بيطلع عبر نفس cross section area يعني الـ area تغيرتون الـ area هون نفسون نفسون ولكن افرض انه انا كان عندي كرة والـ B A أو الـ area مثل هاي يوم بتبلش تتبخر بتتبخر ولكن الـ area شو بصير فيها كل شوي بتزيد الـ area كل شوي بتزيد ولكن الـ area بتكبر قليلا صح؟ طب الـ flux شو يساوي الـ rate over الـ area وبالتالي الـ rate هو constant ولكن شو ما الـ flux بيتغير لو انه الـ area بتتغير بتزيد او بتنقص ما انا فيها ولكن اللي بنعرفه ان الـ rate عفون الـ flux قاعد بتغير كل شوي بسبب الـ area وبالتالي بدي احسب الحساب بهذا الـ او بدي احسب الحساب بهذا الشي اللي قاعد بيصير طب الـ 0 على فرض لو كان انا عندي مثلا حبة نفثلين أو مثلا قطعة صابوم تمام يلي بنحطها على المغاسم مثلا هي بالذوب بيضا نوضر مثلا بالذوب من الغسول ولكن لو نحطها بالجو مثلا راح الذوب من العوامل يلي حوالها طب مثلا احنا عندنا بالكتاب وحط مغنين النفثلين يلي بنحط بالفروش مشان ما يقط منش مثلا النفثلين مع الجو قاع بذوب تمام طبعا متى بذوب شو بتكون الـ بتكون هي الـ بيتحول تمام بعد فترة من الزمن مثلا بوصل الـ بي اي تو اللي هي بتكون زي مش شون صرفتنا شو ال بي اي تو ولكن بدي اجيب الفنكشن الخاص لكل معادلة الا اي شو تساوي الا اي بار اوبر الـ شو الارية للسفير فور باي ار سكوير هي السيرفيس اريا مش الكروس سكشن يعني مش مثلا تحكي لي بار ار سكوير هي فور بار فور باي ار سكوير شو تساوي ماينس دي اي بي اوبر ار تي دي بي اي على واحد ناقص بي اوبر بي مضروع فيه دي ار طب الكاس اي ولا كاس بي مبين المستخدمين كاس بي ولكن ليه النفثالين بيذوب بالهوى مش مشكي مثلا انت مثلا الاسيتون والنفثالين وهي سوالف انت بتقدر تشمها تمام لو نصن صارت من ضمن الهوى طيب الهوى بيدخل بالنفثالين فعليا لا نفس القضية الثانية بي اي تو فعليا مثلا لو ذوب حبة نفثالين على بعد عشر متر بتكون مختفية كاملة مثل العطر مثلا بيشم الى اللي بحدك ولكن البعيد ما بيشمه ليش لانه ما بيوصل يعني هو مع اعتساء الاريا فعليا خلص قاعد يذوب او مثلا قاعد بيختفي هاي المعادلة اللي عندي شو الـ variable اللي عندي اللي هي الـ R2 والبروشر تمام نا بار اوبر فور باي في الانتغريشن دي اوبر اوبر سيكوير من R1 لR2 من السطح للR2 اللي هي متى بتوصل مثلا هاي الـ R2 تساوي منس دي اي بي اوبر RT الانتغريشن من بي اي وان لبي اي تو دي بي اوبر وان مينس بي اي اوبر بي اوبر بي لتوتال برشن بنعمل لها التكامل مثل التكامل اللي طلع عندنا بنضرب بي اي وان ناقص بي اي تو على نفسها طيب بنضرب بي بي تو ناقص بي بي وان نفس الاشي طبعا انتفقنا انه البروشر هو كونستنت يعني بي اي وان ناقص بي زائد بي بي وان شو تساوي بي اي تو ناقص عفوان زائد بي بي تو تمام؟ وعملنا الاثبات بالفيديو الماضي طب يالي بصير بعدين بنعمل التكامل لهاي تكامل واحد على R2 اللي هي واحد مايص اي اي اوبر ر تمام؟ طب شطن واحد على واحد واحد على R1 ناقص واحد على R2 R2 فعليا بتكون كثير بعيدة على فرض ان كانت عشر متر بالنسبة لو واحد على R1 مثلا بتكون متر يعني واحد على متر ناقص واحد على عشر متر بتكون هاي القيم شوي مهمل خصونا اذا كانت المسافة كثير بعيدة مثلا ميت متر او ألف متر فعليا هاي شو مباشر بنحكي عنها؟ انها بالزيرو شو تساوي بي اي بي اوبر ار تي بي على بي بي ميننج بي اي ون ناقص بي اي تو على واحد تمام؟ صارت تاي المعادلية اللي عندنا ضربنا بواحد على R1 ليه؟ بس بشان نرجع المعادلة بحيث ان نوجد الان اي المعادل الفوقانيه يعني فور باي ار ون لو ندري اب ار ون شو بتصير فور باي ار ون سيكوير اللي هي السيرفيس ايه؟ طبعا صدفة واجت صح تمام؟ وبتال صارت ان اي عند السيرفيس اذا سيرفيس تساوي دي اي بي في البراشر على ار تي بي بي ميننج بي اي ون ناقص بي اي تو على ار ون تمام؟ الان اي ون تساوي هاي المعادل تمام؟ طب مثلا لو بدنا نسيبك من هاي الدايرة هسا بنحكانها لو بدنا نحول المعادلة ونرجحها الكنسنتريشن بنعرف ان الكنسنتريشن تساوي بي اوبر ار تي هيرجعناها البي على البي بي ميننج لغيناها هون طب ليه؟ هس الفكرة انه قديش اللي براشرتها على النفس ثلين بالجو كثير قليل يعني انت قاعد بتصرف عن حب صغيرة مثلا بغرفة كاملة شو بتتأثر تتأثر تمام؟ فما بالك بالجو كامل فعليا اذا بتكون دليوتد يعني كثير قليلة وبالتالي البي بي ميننج تقريبا رح يكون واحد طبعا واحد من الجو كامل يعني تمام؟ هي هاي الفكرة البي بي ميننج تقريبا رح يكون قدل برشرة العادي اللي هو واحد اتموسفرة وبالتالي رح نلغيه مباشرة تمام؟ ومش نلغيه يعني بروح البسط مع المقام فالن اي وان او او اده سير فيش تساوي 2 دي اي بي على الدي وان سي اي وان ناقص سي اي تو تمام؟ او بي اي وان ناقص بي اي تو اوفر ار تي مثل ما بدي طبعا دي وان اللي هي الدياميتر الاول لانه بالعادة احنا ننجي سيقيا اه افابوريشن افنا في ثلين السفير هاذا الالكزامبل بكل بساطة بيعطيك البي ساتوريتد اللي هي النافس رح تكون البي اي وان دي اي بيعطاك اياها فايند ان اي اده سيرفس معطيك الدياميتر معطيك بي اي وان دي اي بي طب دي اي تو افان بي اي تو كم؟ صفر مباشرة بمانو ما حدد الكيش مسافة مسافة نهائية خلص مباشرة صفر تمام؟ خاصة هو اصلا حكالك اذا سيرفس طيب تطبيق ثاني اللي بصير ان تغير الاريا هو الكوندوط كوندوط هو زي المحقان تمام؟ الاريا كله شوي قاعدة بتقلب يعني مثلا ببالش باريا صغيرة بعدين بتظله تكبر 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 مثل الديفيوزر يعني يلي كنا ناخذه بالثيرمو بالثيرمون اذا بتتذكروا مثلا تمام حسب فعليا الان اي زد بتفوت مثلا عندي بالنظام تمام؟ وبتمشي بهذا الاتجاه تتغير مع الزد تمام؟ او على فرض عند كل زد مثلا بيكون الهاقيمة جديدة سيبك من الالطايم طب تمام حسنا بنعرف انه الان اي لفلكس هو الريات على الاريا طب بما انه الاريا كله شوي بتتغير الاريا كله شوي بتتغير كله شوي بتتغير رح اكيد يتغير الان اي الان اي شو يساوي الريات اوبر الاريا هون شو الاريا كراس سكشن ايريا اللي هي باي ار سكوير مش تروح تحط فور باي ار سكوير بتكون مباشرة غلق تمام؟ لانه هون كراس سكشن ايريا الاريا اللي بتدخل عليها تمام؟ مضروب في دي بي اي على واحد ناقص بي اي اوبر بي ديزل طب ليش يستخدمنا كيس بي مش كيس اي تمام؟ فعليهم تقدروا تقولها نفس السبب تمام؟ هو ماشي بطريق اليمين ومش ملاقين مثلا اشي يرده طبعا هي هاي بنوضحنا الحالة العامة طبعا هم مش محددين هم مثلا هو اير ولا ولا نفثلين ولا غيره هم بمان هم مش محددين بنوضح الحالة العامة يعني هي اييه اせて ارسل a مطورة من فادية اذا مradosما ملكة ندعي مثلا اذا كان التطبيق قريبين مباشرة تمام مش ماشن التطبيق بصير sealed و الملكة تكون التطبيق المثلين تكون لديل موجود نفي unc هذا سور Transit دائم بتتغير كل شوي بتتغير الـZ عالفرداً هاي الـZ والـR كمان تتغير و البروسور تتغير شاب نريد أن ي footing بدنا نوجد علاقة ما بين R و الز لو أن تأخذ هذه القطعة اللي هي زت تمام مثلاً لو كانت القطعة هاي مثلاً استوانة ست信ح من هاي المنطقة لو كانت هاي القطع الستوانة خليم ما تغيرت مع الـR ولكنeras بتتغير مع الـR وبالتالي بدنا نجد علاقة جديدة العلاقة الجديدة بدنا نأخذ ها Society المثلث ونعمل له مثلا دراسة طب لو نوخذ على قاعدة تشابه المثلثات تمام التان شو تساوي المقابل على المجاور تمام شو المقابل هاي القطعة اللي هي R2 ناقص R1 تمام على Z2 ناقص Z1 شو تساوي لو نوخذ مثلا من هون R ناقص R1 هاي R كامل ناقص R1 لان بدل القطعة هاي على Z ناقص Z1 وبالتالي تطلع عن دي المعادلة هاي بعد ما نعملها R2 ساوي R2 ناقص R1 على Z2 ناقص Z1 في Z زايد R1 طيب نوخذ دلالة Z ولا دلالة R فعليا لو توخذ ثنتين نفس الاشي ولكن بما انه هون عندك انت يعني عندك الفارياب الموجود R secure وما في عندك ولا اشي من Z راح تتغلب شوي تمام مثلا بدك ترجع تربح حوما الى ذالي فعليا اخذنا بدلالة R ولا بيصير الاثنين مثلا لو بدك تعمل اعمل مثلا براحتك تمام NA bar over by Z2 ناقص Z1 على R2 ناقص R1 DR over R square تكامل من R1 لR2 تساوي منس DAB over RT DBA على واحد ناقص BA على B هذا التكامل بنعرفه كثير مثلا صار مارق علينا هو DAB على RTB على VB meaning BA1 ناقص BA2 شو تكامل الشكل اليسار واحد على R من R1 لR2 تمام طبعا بالمينوس وبالتالي بتكون هاي المعادلة النهائية طيب ما بيش تبسيط واحد على R2 ما بناش نشطبها فعليا بتكون المسافة كثير صغيرة مثلا ما راح يتغير كثير مثلا تمام يعني كثيرة بجوز نص متر انت قابل تسولف عن تطبيق عملي مش مثلا زي النفثالين بعد 10 متر او 100 متر فعليا ما بتغيره وبالتالي هاي القانون النهائي يلي عندنا حاب يغير حاب يكبر المحقان او يزغره بتساوي تصير انت شو الحسة الهندسية الي عندك تمام هايس تقريبا ما خلصنا جزء كبير من الغازات ففا عندنا لاب الاخر انه بدنا نعرف دي اي بي شلون بدنا نقيسه او شلون بدنا نقيسه او القياس اتفقنا قبل شوية عليه اللي هو ستيفان تيوب تمام الحكيان او شلون بدنا نوجده كان عندنا ستيفان تيوب وتتبخر من كل الميات وحسبنا التي اف تمام اكبر تطبيق عملي له انك انت يكون عندك تو تنك التنك الاول مثلا فيه بيور ايه التنك الثاني فيه بيور بي وبدك تشوف مثلا شون انتقال الا وشون انتقال بيه طبعا دي اي بي تساوي دي بي اي بما انه عندك انت بالغازة هاي او الشلل لو مثلا تدك تعمل بالانس طبعا هاي في وان هاي في تو هون يعني السيلندر كثير نحيب بحيث نلغي الفوليوم تاو مشان ما يتأكثرش الفي وان تساوي الفي 2 هاي اول يا ليت 에و اي بينا نعمله Lit utilisه تمام وبدنا نكمل بالحال طبعا سي وان الكنسينتراتين الف اي بالتنك الاول والان كتوا Sergeantètres Wenn Anhår D grow into event طبب بدنا نعمل بالانس على الفي تو بتقدر تعمل بالاس guilty حدل في убلك درما كدر تعمل الفي وان غير مش مشيكية بتقدر اسل Late on tend knob عل في تو لس للا ا وبالتالي جي اي ستار ناقض دوت اي طيب كونفكشن ولا ديفيوزنج ما في عندنا كونفكشن هون فعليا بس زحنا الصفيه احنا يعني ما في حركة امواج مثلا او الحركة العامة للنظام فعليا الفلكس الجي اي ستار بس ديفيوزنج مضروف في الاريا ناقص زيرو ليش ناقص زيرو هون بس بيطلع البي البي قعد بينتقل لهون والا ينتقل لهون فعليا ما في ايه تنتقل مثلا بالعكس وبالتالي ما في شي عندي اوت للا يتساوي دي اوبر دي تي ايش اللي اللي عندنا اللي هي المول تمام يعني دي مول على الدي تي تمام شو المولات سي تو مضروف في الفي تو لو كان مثلا بلغة بدك تحسبها بالماس تقسم على المؤكي الويت تمام ماينس دي اي بي سي تو ناقص صي ون على الال مضروف في الاريا تساوي في تو لانوا تفقنا للفوليوم كونستان دي اوبر دي تي في السي تو تمام، هسا احنا يا اللي بنعرفه انه C بتتغير والC2 بتتغير تمام؟ لانه C1 قاعد بتتقل والC2 قاعد بتزيد طب شو الحل؟ بدنا نوجد او مثلا احنا اتفقنا من البداية من بداية الشابتر ان البراشر توتالي او الكنسنتريشن توتالي للغازات تقريبا بيظلوا كونسطنط تمام؟ بما انه تقريبا فهمنا نحكي انه C average تمام؟ شو تساوي C average C1 في V1 زياد C2 في V2 عالتوتال فوليوم من هاي المعادلة C1 شو بتكون؟ C average في V1 زياد V2 ناقص C2 في V2 على V1 تمام؟ C2 ناقص C1 من هاي المعادلة C2 خليناها مثل ما هي ناقص هاي المعادلة اللي هون اضرب في V1 على V1 مشان نوحدها فبتكون C2 ناقص C1 هاي المعادلة كاملة V1 زياد V2 على V1 مضرب في C2 ناقص C average اتفقنا C average تقريبا كونسطنط هو بيتغير بس انه تقريبا كونسطنط تمام؟ يعني حتى التوتل براشر يعني شوي بيتغير بس انه تقريبا كونسطنط مثلا يوم تكون حياب اللي كوي تمام؟ مينص DAB C2 ناقص C1 على L هاي بدنا نغيرها C2 ناقص C1 شو بتها تكون عندي؟ مينص DAB في الارية على L V2 اللي جبناها من شوي V1 زائد V2 على V2 هاي 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 قسمنا كل معادلة اللي هاي على V1 مينص C2 ناقص C average تساوي DC2 على DT تمام؟ هس هذا الشيك كامل شو ماله؟ كونسطنط C2 ناقص C average يعني اما بنحسوبها خلص انها هي كونسطنط او بنوخوا مثلا C A note ناقص C A عفوا C A note عند البداية عند add time to equal zero و C average مثلا عند time بغض النظر مثلا شو تايم البداية؟ او مثلا بثبت تهمي البداية مش مشكلة DC2 على DT تساوي بيتا في C average ناقص C2 هاي سميناها بيتا تمام؟ شو التكامل اللي صار عندي؟ هاي باعتبار انها كونسطنط وبالتالي بتكون C average ناقص C2 على C average ناقص C T note طبعا فيلن شو تساوي مينص ب بيتا في التايم اخذنا الإكسبرانيشل وبالتالي صارت هاي المعادلة اللي كان بي عندي طيب شو لم تدحسوب بيتا هاي اتفقنا نهي شمالها كونسطنط التايم بقي سقياس C2 بقي السقياس C T note بقي السقياس من بيتا بحسبها وبرجع بحسب من فوق دي اي بي هاي الفكرة اللي عندي اكسبرمنتري يعني باجيب التايم طبعا كل شو بتدخل فيه تايم بيكون اكسبرمنتري باجيب التايم وبوجد المعادلة بالعكس طب لو طلب عندك انك ترسم له اياها رسمي مثلا تمام شو بتكون طبعا نبلشي من الصفر هي طبعا هون بما انه كان بيور وبالتالي C2 note شو تساوي زيرو C T note C2 note كانت زيرو لانه كان بيور بيك تمام لو مثلا كان عندي بداية مش مشكلة عادي مثلا ما بتفرق كثير وبالتالي بيكون هاي النظام C average تساوي C2 infinity تمام وتساوي C1 infinity لان اصلا بالاخر بالاخر شو بيصير بالتانك بيصير بحالة اكوليبريام او بلس تمام هاي اكسبرمنتري باستخدام 2 tank تمام هاي اكثر اكثر طريقة مستخدمة عندي ولكن لا تنسى حركة C average تساوي C1 V1 زائد C2 V2 على V1 زائد V2 تمام لا تنسى C1 في V1 اللي هي المولر تمام المول زائد C2 V2 كمان مول يعني مول على الفوليوم رجعناها الكنسنتراتي من باب الوحدات مثلا بدكية طب الطريقة الثانية او الاسل او الارجع انه اشي البردكشن بكون انت عندك معادلة وهاي المعادلة بتروح تحسب حساب شو هي الDAB اول معادلة اسمه مش عارف هي الهي المثود دي اي بي في هاي المعادلة الكامل في عندك انت سيجما في عندك طاو في عندك التمبريتشر ولكن هاي كلهم مع طبع هاي المتغيرات مكتبات تونة او مثلا موجودات بالكتاب ولكن هذول كونسنت تمام كونسنت او مثلا بعبرا عن نظام بعبرا عن شو عندك الموليكير اللي بدك تنقولها ولكن اذا بتلاحظ طبعا حتى الموليكير ويت للا او البي بكونوا كونسنت شو البرامتري اللي عندك تمبريتشر موليكير ويت البراشر سيجما والابسلونت اللي هي الجزائيات يمتدربة بعضها هي هاي تمام؟ هاي فعليا كونسنت تمام؟ الابراج كولوجين دياميتر سيجما كمان هي كونسنت تمام؟ وبالتالي شو اللي بتغير مثلا لو بدي اخذ ريشو ما بين بلا أبي أي أبي twor او الأكس مثلن شو رح يتغير عندي بس اللي هي التمبراشر تمام؟ يعني اللي رح يتغير بالنظام من واحد لواحد اللي هي التمبراشر بما أنه البراشر والتمبراشر هنا دائماً اللي بشتغل عليهن فعليا إذا بتغير التمبرشر أو البرشر ما حدا راح يتأثر غيرهن المكاروية بتتأثر تتأثر بس مش كثير تمام وبالتالي DB2 على DB1 لو بدي استخدمها بتكون هاي المعادلة T على T to the power 1.5 على البرشر الاثنين على هي هي واحد تمام المعادلة الأشمل والأقوى هي راح تكون الفيولر مثود DAB تسا 1 multiplied 10 to the power minus 7 التمبرشر to the power 1.75 5 على البقية هاي تمام المكاروية ما بتغيرش الصميشن لل VB هاي الاتوميك فوليوم تمام الحجم الذري كمان هاي ما بتتغيرش طبعا بتكون كله معطايا هاي كل القوانين ال VB أو مثلا سيجما أو الصميشن هاي مش عارف شو بيقولولها هاي فعليا كله بيكون معطايا هي عبارة عن appendix يعني إما بيحكي لك انه ارجع على appendix الفلاني بتروح تجيبها من هناك أو موجود طبعا كل التابل تمام أو مثلا هو بيعطيك هيهم بالسؤال تمام الدكتور بيعطيك هيهم بالسؤال طب مثلا لو عندك كذا الاكزامبل مباشرة يعني حتى لو تسيبك بغض النظر شو للسؤال مباشرة يعني بنعرف الحل اللي هو الكاس بي تمام تمام اللي هي المعادلة الثانية تمام أوه تجدهم دلى وبشام باما أول كندشين عندي شو هي تجدني طبعا ماذا tungنا نسبي أعطني أيش ال tragedي عن حيات لكل وحد نسي يعطيني المختار Hotel لكل وحد بترجع لا قانونها شو كان قانونها بدي 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 table V و الم T و الم U B بدي تمام هي هي تعطى لا ما تعطى هون يا حين لك ترجع اللي، للا بندس انت الـ VA طبعا البيوتانول هو الشيء يا قيمت البيوتانول البيوتانول هو الـ C9 H10 في الأكسجن تمام الـ VA له هاق اللي هي 16.5 C4 عبدا 16.5 الـ H كامله 1.9 8 والأكسجن هي 5.48 تمام الميكرا البيوت له بس شوي 74.1 الميكرا البيوت للـ Air هي 29 تمام تقدر توجد الصميش للـ VB من هنا تمام كل بساطة يعني سميش للـ VB هو معطي كيها مباشرة 20.1 تمام هسا فعليا بنوجد أول وحدة اللي هي DAB بنوجدها بنعوض المعطيات مباشرة يعني فرح تطلع عندك 7.73 ضرب عشر رقم وناقص 6 meter square per second هاي الفرع الأول الفرع الثاني اللي عندنا شو هو يغير تمام فعليا نغير بس الـ temperature بما أنه غير الـ temperature تطلع مباشرة مثلا هاي صارت معطاة بنانا على الأولى هاي DB1 هاي T2 معك يعني هي أول بده إياها الجديدة وT1 شو مالها معك طيب الفرع الثالث شو اللي يغيره تمام الفرع الأول ولكن غير الـ temperature وبالتالي بتكون DAB3 على DAB1 شو تساوي بيتو على بيون هون بيون على بيتو لأنه وصلنا البرشرة جاي بالمقام تمام بيمكن الله مثلا لو تشوفوه من الكتاب أو مثلا تحل السؤال حرفيا ولكن هون بس مباعفات تمام إن شاء الله بنكمل بالفيديو الجاي بالليكود ما بعدها كمان بالسرد مرة واحدة يعني ما ضل إشي كثير من الشابتر والله يعطيك ألف عافية التوفيق إن شاء الله